المساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم كل يوم حد بتوحشوني جدا من الأسبوع لأسبوع زي ما أنتم تعودين بيكون معنا دايما كل أسبوع كتاب جديد لكاتب متميز والحقيقة أنه موضوعنا النهاردة أو موضوع كتابنا النهاردة بيكلمنا عن مشاعر الفقد يمكن أصعب حاجة في الدنيا أنك تفقد شخص عزيز عليك حد قريب منك بينك وبينه مواقف وذكريات كتير على مدار حياتك كلها الشخص ده ممكن يكون حد من أهلك زي ما بيقولوا كده درجة قربته ليك تكون من الدرجة الأولى أب أم أخ أخت ولأن ردود أفعال الناس بتختلف دايما في الموضوع ده بالذات هنلاقي أن فيه ناس بتواجه الموضوع ده الحقيقة بنوع من أنواع الإيمان والصبر وبتحاول تتأقلم وتتعايش مع الأمر وأحيانا بيتخطوا جزء من الألم وبيقدروا أن هم يتخطوا الألم نوعا ما وفيه ناس تانية بتفضل تحت تأثير الصدمة ومش بتقدر تتخطاها يمكن بتفضل وقفة عند اليوم اللي فقدت فيه الشخص العزيز على قلبها وكأن بيحصل وقفة للدنيا ومش بترجع أبدا الحياة تانية زي ما كانت مهما عدى الوقت على رحيله وفقدانه يمكن يكون الحزن بيبقى مضاعف لو كان الشخص ده أو لو كان الشخص اللي فقد عزيز عليه مسؤول وعنده مسؤولية كبيرة يعني مثلا لو أم فقدت ابنها أو أم فقدت جزها بيكون مطلوب منها أنها تفضل صمدة وقوية عشان تقدر تفضل وقفة على رجليها عشان خاطر ولدها وتلاقي ناس كتير حواليها بتطلب منها أنها لازم تتخطى ده وبينسوا تماما هي ممكن تكون بتعدي بإيه أو إيه اللي كان بيقلمها أو هي حاسة بإيه بطلة الرواية بتاعتنا النهاردة هي فقدت والدها ولأنه كان شخص جدا مهم في حياتها ولأنه كان شخص قد إيه مؤثر في حياتها ما قدرتش أن هي تتخطى الصدمة دي بسهولة والحقيقة أن احنا كلنا عارفين طبعا علاقة البنت بأبوها قد إيه بتكون علاقة خاصة جدا زي ما بيقولوا كده البنت دايما بتكون حبيبت أبوها وهو الحب الأول في حياتها وهو أكتر إنسان بيأثر في تكوين شخصيتها فأكيد طبعا بيكون فراء ومش سهل هنعرف أكتر من الكاتبة الجميلة اللي هتنورنا النهاردة في الستوديو دوحة صلاح عن أحداث روايتها السلاحف لا تشعر بالوحدة واللي بتكلمنا فيها عن إحساس الفقد ترجمة نانسي قنقر